آية عظيمة تتردد في مناسبات عدة من سورة البقرة أعظم أو أكبر سورة في القرآن الكريم هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا الموضع يسميه العلماء آية الاسترجاع آية الاسترجاع وهي أن الإنسان إذا أصابته مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فيسترجع يسترجع ويردد هذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون وهو شقان إنا لله يعني إنا ملك لله ومعنى هذا أنه تسليم وتفويض يعني يدعو الأمر كله لله إنا لله يعني يفعل فينا ما يشاء نحن ملك له سبحانه وتعالى إنا لله يعني الله عز وجل يعرف عاقبة الأمور كلها وله حكمة في تشريعه وقدره جميعه ومعنى هذا أن الإنسان حينما يقول إنا لله يعترف بالحقيقة وتنضح يعني فطرته ويتحدث إيمانه ويسلم عقله الصحيح لصاحب الملك بالفعل كله في ملكه كله إنا لله ثم تأتي الجملة الثانية لتعضض الجملة الأولى وتقويها لتؤيد الجملة الأولى وتشد من أزرها وإنا إليه راجعون إنا إليه راجعون فسيحاسبنا على كل ما نفعل إذا فعلنا الخير الآن فسنجد عنده ثوابه وإذا فعلنا الشر الآن فسنجد عنده عقابه إذا ظفرنا بما في قدره سبحانه من ألم وقابلناه بالحسن وقابلناه بالصبر وقابلناه بما يجب فمعناه أن ظفرنا بخير من وراء ذلك وإذا قابلنا بلاء الله بالجزع وإذا قابلنا بلاء الله بالسخط وإذا قابلنا بلاء الله عز وجل بالغضب إذا تلفظنا لفظ سوء وإذا فعلنا فعل سوء فإن هذا يورسنا السيئات وسيجعل لنا بعد ذلك الحسرات وراء الحسرات ليس منا من لاطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا يعلمنا القرآن الكريم في ساعة المحنة في ساعة الابتلاء في ساعة الشدة أن يرجع الإنسان الأمر إلى الله تبارك وتعالى وأن يتذكر الآخرة وما ينتظره من الثواب